وقال بعطلتهم أصفيا نجد ابناء هذه المنطقة يقضون وقتهم في البحث عن قطرة ماء التفاصيل مع سعداوي العرج وانجبابكش في الوقت الذي يقضي زملائهم من الأطفال عطلة الصيف في البحر نجد أطفال حي المستقبل وحي النصر بأفلو بولاية الأغواط يتجولون للبحث عن قطرة ماء بسبب الانقطاعات المتكررة للماء وعدم وصول المياه للمنازل بشكل منتظم نسدوا في الفواتير بالصح نسدوا فيهم على الريح قائل الريح يجينا الريح بركة والماء رانا نشروه فيه نشروه في ماسئدة نشربوه شد لفانة هذا رح ما يطلق ناش لفانة مليح رح كين الماء نحن كين موج مكاش الماء مشكلة توزيع رانا نعانو في مأساة كبيرة من ناحية نقصان الماء في بلاد معروفة بوجود المياه فيها سطحية سطحية مجوفية سطحية اليوم رانا نعانو في مأساة كبيرة ضيعة نصوالحنا أولادنا يقابلوا في الماء المؤسسة التجارية لتوزيع المياه تعاوننا وتعطينا يد العون في التوزيع العقلاني والعادل تزويد السكان بالمياه لمدة لا تتجاوز نصف ساعة في اليوم جعل المواطنين يقدمون العديد من الشكاوى للمسؤولين لكن دون جدوى لذا نقلنا انشغالهم لرئيس مركز الجزائرية للمياه بوحدة أفلو ورصد بالتالي يوميا أننا يتم الفتح من السادسة صباحا حتى التاسع صباحا معناها يوميا عندهم معدنا حتى مشكل فيما يخص الماء إلا بالنسبة لشهر قوت هذا في الصيف ينقص دائما الماء رغم أننا في فصل الصيف الذي من المفترض يوفر فيه مركز الجزائر للمياه الحد الأدنى من الخدمات إلا أن الوضع السيء لا يزال قائما والأطفال كالعادة هم الضحية الأولى إذا لم تجسد عدو المسؤولين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر